بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات اليوم السابع عشر من شهر بابا نياحة الأنباد يسقورس الثاني بابا الإسكندرية الحادي والثلاثين تقرأ فصول اليوم الثالث من شهر أبيب وهي مرتبة على نياحة الأنباد كيرلوس الأول الكبير بابا الإسكندرية الرابع والعشرين إنجيل عشية قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بَرَكَتُهُ بَرَكَتُهُ وَعَلَيْنَا أَمِينَ أَقْسَمَ رَبُّ وَلَنْ يَنْدَمْ إنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقصي ملكي صاداق الرب عن يمينك لذلك يرفع رأسا خَلَّيْنَا أَمْ هَلِّيْنَا أَمْ المبارك الآت باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية في لبس سأل تلميذه قائلا ماذا يقول الناس في ابن الإنسان من هو فهم قالوا قوم قالوا يوحن المعمدان وقال آخرون إلي وقال آخرون إرمياء واحد من الأنبياء قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له طوباك يا سمعان ابن يون إن لحما ودما لم يعلن لك هذا لكن أبي الذي في السماوات وأما أقول لك أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لم تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات أعطيك ملكوت السماوات ومشد لله ده أعطيك ملكوت السماوات إنجيل باكر قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فاصلوا من بشارتي معلمنا القديس يوحن البشير التلميذ الطاهر بركاته عَلَى جَمِيعِنَا مِمَّ زَمِيرِ أَبِيْنَا دَاوُدَ النَّبِي بَرَكَتُهُ عَلَيْنَا أَمِينَ أَمْسَكْتَ بِيَدِ الْيُمْنَى وَبِمَشُورَتِكَ هَدَيْتَنِي وَبِالْمَجْدِ قَبِلْتَنِي وَأَنَا خَيْرٌ لِي لِلْتِصَاقُ بِاللَّهِ وَأَنْ أَجْعَلَ عَلَى الْرَبِّ اتِّكَالِي لِأُخْبِرَ بِكُلِّ تَسَابِيحِكِ فِي أَبْوَابِ إِبْنَةِ صِيَّانِ هَلِّي يَلُوْيَا مُبَارَكَ الآت باسم الرَّب رَبُّنَا وَإِلَهُنَا وَمُخَلِّصُنَا وَمَلِكُنَا كُلِّنَا رَبُّنَا يَسُوعُ الْمَسِيحِ إِبْنُ اللَّهِ الْحَيِّ الَّذِي لَهُ الْمَجْدُ دَائِمَ إِلَى الْأَبَى رَبُّنَا أَدْ أَمِينَ بِهَذَا أَوْصَيْتُكُمْ حَتَّى تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْ كَانَ الْعَالَمُ يُبْغِضُكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ أَبْغَضَنِي قَبْلَكُمْ لَوْ كُنْتُمْ مِنَ الْعَالَمُ لَكَانَ الْعَالَمُ يُحِبُّوا خَاصَّتَهُ وَلَكِنْ لَأَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنَ الْعَالَمُ بَلْ أَنَا اخْتَرْتُكُمْ مِنَ الْعَالَمُ لذلك يبغضكم العالم اذكروا الكلام الذي قلته لكم ليس عبد أعظم من سيده إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية وَأَمَّا الْآنَ فَلَيْسَ لَهُمْ حُجَّةٌ فِي خَطِيَّتِهِمْ الذي يبغضني يبغض أبي أيضا لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا التي لم يعملها أحد آخر لم تكن لهم خطية وَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ رَأَونِيْ وَأَبْغَضُونِيْ أَنَا وَأَبِيْ لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في نموسهم إنهم أبغضوني بلا سباب وَالْمَجْدُ لِلَّهِ دَاءَ أَا إِيْمَا البولوس فصل من الرسالة الثانية من معلمنا القديس بولوس الرسول إلى كنيسة كورينثوس بركته علينا آمين فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا ونحن أيضا عبيد لكم من قبل يسوع لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمه هو الذي أضاء في قلوبنا نور معرفة مجد الله بوجه يسوع المسيح ولنا هذا الكنز في أوان خزفية لكي يكون فضل القوة لله لا منا محزونين في كل شيء لكن غير متضايقين مطرودين لكن غير ساقطين مطهدين لكن غير متركين مطروحين لكن غير هالكين حاملين في أجسادنا كل حين إماتتا يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا لأننا نحن الأحياء نسلم في كل حين للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسادنا الذي سيموت فالموت إذا يعمل فينا ولكن الحياة فيكم وفينا هذا الروح الذي للإيمان حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويوقفنا معكم لأن جميع الأشياء كانت من أجلكم لكي تكثر النعمة ويزداد الشكر من الكثيرين لمجد الله لذلك لا نمل بل وإن كان إنساننا الخارج يفسد فالداخل يتجدد يوما فيوما لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي ونحن غير ناظرين إلى ما يرى بل إلى ما لا يرى لأن الأشياء التي ترى هي وقتية وأما التي لا ترى فأبدي لأننا نعلم أنه إن نقض بيت مسكننا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت أبدي غير مصنوع بيد لأننا في هذا نئن مشتاقين إلى أن نلبس مسكننا الذي من السماوات وإن لبسناه فلا نوجد عراه فإننا نحن السكان في هذا المسكن نئن مثقلين إذ لسنا نريد أن نخلعه بل أن نلبس فوقه لكي يبتلع المائة من الحياة ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح فإذ نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ما دمنا هنا في الجسد فنحن غرباء عن الرب لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان فنفق ونسر بالأولى أن نخرج من الجسد وننضي إلى الرب من أجل هذا نحترس أيضا مقيمين كنا هنا في الجسد أو خارجين عنه لنكون مرضيين عنده لأننا لابد أننا جميعنا نظهر أمام منبر المسيح لينال كل واحد كالأعمال التي عملها بالجسد خيرا كانت أم شرا فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس وأما الله فقد سرنا له ظاهرين وأرجو أن أكون ظاهرا في ضمائلكم أيضا نعمة الله الآب فالتحل على أرواحنا آمين الكاثليكون فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بطرس الرسول بركته علينا آمين أيها العبيد كونوا خاضعين لأسيادكم بكل خوف ليس فقط للصالحين المترفقين بل للأخر المعوجين أيضا لأن هذه نعمة إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم لأن ما هو الافتخار إذ كنتم تخطئون ويقمعونكم فتصبرون لكن إذا صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا لأما المسيح هو أيضا تألما عنه تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش وكان يشتم ولا يشتم وإذا تألم لم يغضب وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده لكيما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعيكم وأسق في نفوسكم كذلكنا النساء أيضا فليخضعنا لرجالهن حتى وإن كان البعض لا يقبلون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة ملاحظين سيرة كنا الطاهرة بخوف وعلى هذا فلا تكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب هي زينة كن بل الإنسان الخفي في القلب في الروح الهادئ الوديع العديم الفساد الذي هو قدام الله كثير الثمن لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي التي صرتن لها أولاد صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكرين معهن علمين أن النساء آنية ضعيفة معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأي نوع لكي لا تعاقى صلواتكم لا تحب العالم لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم ينضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين الابراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا آمين ومن ميليتوس أرسل إلى أفسوس واستدعى أحبار الكنيسة فلما جاءوا إليه قال لهم أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسية كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح والآن هأنا أذهب إلى أوروشاليم مأسورا بالروح لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلة إن وثقا وشدائد تنتظرك ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارتي نعمة الله والآن هأنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفقوا على الرعية ومنكم أنتم سيقوموا رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم لذلك اسهروا إذا متذكرين أني ثلاث سنين لم أفتر نهارا وليلة عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشته أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجاتي الذين معي خدمتها هاتان اليدان في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال الغبطة في العطاء أكثر من الأخز ولما قال هذا جثى على رجبتيه مع جميعهم وصلى وكان بكاء عظيم من الجميع ووقعوا على عنق بولوس وقبلوه متوجعين ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا ثم شيعوه إلى السفينة لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين إنجيل القداس قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس يوحن البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع إعين من مزمير يا بينا داود النبي بركته علينا أمين فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه في مجلس الشيوخ جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون هلين هلين يلويا مبارك الآت باسم الراب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما يسوع المسيح إلى الأباء آد آمين ألحق ألحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حضيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق وليص وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأمنها تعرف صوته وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأمنها لا تعرف صوت الغريب هذا المثل قاله لهم يسوع وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم ثم قال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم إني أنا هو باب الخراف جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم أنا هو باب الخراف إن دخلا بيا أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعاه وأما السارق لا يأتي إلا ليسرقا ويذبحا ويهليك وأما أنا فقد أتيتوا لتكونا لهم حياة وليكونا لهم أفضال أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف وأما الذي هو أجير وليس رعيا الذي ليست الخراف له فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف فيخطف الذئب الخرافا ويبددها لأنه أجير ولا يبالي بالخراف أما أنا فإن الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا وأنا أضع نفسي عن خرافي ولي خراف أخر ليست من هذه الحضيرة ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد والمجد لله أهدا 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 أهدا